مواجهة الفكر المتطرق واحدة من المهام الدعوية في شهر رمضان داخل مدن دولة الإمارات العربية المتحدة فهو برنامج يهدف إلى توعية وتنمية ثقافة المسلم سواء من المواطنين أو من المقيمين على أرض دولة الإمارات بالفهم الديني الصحيح لهذا الإسلام الذي نرى أن هناك بعض الأحيان تنتشر بين الناس أفكار غير صحيحة أو حتى تنتشر في وسائل الإعلام أفكار غير صحيحة فهم غير صحيح عن الإسلام برامج جينية متنوعة تمتلئ بها المساجد وندوات عدة يقدمها دعاة عرب ومن دول العالم الإسلامي يتوافدون إلى أبوظبي وبقية الإمارات طوال شهر رمضان الكريم وإنه لقزه لو تعلمون عظيم ومن بين البرامج الدينية المستمرة في دولة الإمارات يأتي برنامج ضيوف رئيس الدولة الرمضانية حيث يؤكد القائمون على البرنامج بأن ما يطرح في هذا البرنامج يسعى إلى ترسيخ المعاني السامية القائمة على التراحم والتسامح عبر نشر القيم والمبادئ الإسلامية الصحيحة القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تستضيف مجموعة من العلماء من شتى بقاع العالم الذين يعرف عنهم الاعتدال يعرف عنهم التعمق في فهم الدين يعرف عنهم المحاضرات الهادفة التي لها حضور وفي بقية الفعاليات فالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف تنظم أكثر من ألف فعالية خلال شهر رمضان المبارك منها تسعمائة وخمسين محاضرة في المساجد وثلاثمائة فعالية في المؤسسات التي تركز معظمها على خطر الفكر المتشدد وتجنيب إغراق الشباب في التطرف عبدالل المطوع العربية